دول عينة من أشهر سحن الموظفين اللي هتخبط فيهم في الشغل في المتحرش وده اللي غالباً بيكلمك ولازم تكون إيد من الاتنين سندة على الكورسي بتاعك بيواطي كتير وبيستمتع قوي لما توريله حاجة على شاشة الكمبيوتر بتاعتك ما بيبقاش مركز مع الشاشة عشان بيبقى باصص على سيدرك من فوق مريم الحقي في حاجة واقع على الأرض ده فأساني وده أنا بحب أسميه رستوم رستوم ده كائن بيعوض نقص موهبته وكفاءته وبيبقى موافع على أي حاجة المدير بيقولها وشايف إفهاته المحروقة عبقرية وبيتجسس على الزميله على أمل أنه يبقى من المقربين والله يا سيادة المديرة أنا متفائل جداً بتعيين حضرتك في المصلحة عندي هنا في كارتونة البيض ده بيجي يعود لك على المكتب ويقول لك هو أنت مش عندي على فيسبوك ليه فيه البراشط اتش ممكن سجارة أنت بتاكل إيه رايح مصر جديدة بعد الشغل لأ طب رايح فين فيه الهربان لو مستر أحمد أو امراض يسألوا علي أنا كنت في ميتي لو أحد سأل علي أنا مش هتأخر ولو البيت بتصل أنا بجرب عربية مع الزهون وجاي على طول تيه الحشري وانت مرتبك زاد نزل لك بونس إيه ده ولا نظام ده على فيسبوك جديد ولا إيه تيه الخبيث بس كلنا نزل لنا مكافأة بتاع الفين جنيه صح؟ ها؟ وده بيبقى فاقد الإحساس بالزمن الشغل يخلص النهاردة يخلص بكرة ومحنا بنيجي كل يوم وعندك اللازج وده فاقد الإحساس بالمساحات الشخصية تعيز أقول لا والله هلازم في السراح الأول يا خبر لا معلش ماشي لا لا فأني هلازم في السراح الأول بتضني أنا مرسال وفيه الأنبيجيوس اللي جاي وده مش مفهوم توجهاته وعنده أزمة هوية وفيه حمادة تسقيط وده اللي بياخد باله من المشاكل اللي بتحصل في الشغل بعدها بساعتين هو فيه حد عنده النت مش شغال غيري وفيه هاني اليوم السابع عرفت إلي حصل ماريان شرشحت لسامح في المكتب جوه أنا عندي معلومات خطيرة إيه ده معلومات تشيب فيه تامر شمانا واشمانا لأوفيس بويز يعني بينزلهم تيشيرتات وساما مونير تعال يا شيريني جزك شاكله مزع علي احكيلي طبعا الطيب ده ما بيقومش من على المكتب خالص انت قايم تم ممكن تجيب لي معاك ميا وشهور مفرخ فيه المقرف جماعة حد جعان مراتي عاملالي سندوتشات حمار بني وبيض مخلل البرجوازي وده الشغل بيبقى مرحلة انتقالية في حياته وبينتهي في الآخر بأنه بيشتغل مع ابوه في المصنع بس فاتخنقت معاه قولت له بص يا بابي بعد شقة الزمالك والعربية انا مش عايزك تدفع لي حاجة تانية في حياتي غير سفرية لندن على فكرة انا صايع جدا موريش اها حاجة الكادح ازاي بيحملونا جنيه ونص دمغات هون مرتب فيه كم جنيه ونص اتخسن مني تسعة تيام وفيه سماعات ده بيبقى انطواقي شوية الحبوب اللي جاي يسوشيلايز بس طب بص هخلص معراني عشان عايزاني في قصة كده وهجيلك نتقابل عند التلاجة بعد ساعة وديع واسرة بنات اوه وديع انت فيني يا وديع محاش تاني المهم اللي فاكر نفسه مدير ابعتولي انتميلو انا هتكلم مع مستر شريف الزهقان بتيجي ننزل نشرب سجارة وحببتي سعاد السهلة هو انت عايش لوحدة؟ تعالى جانبي هنا تعالى جانبي اوي اوي وفيه حسام هرمونات وفيه سامي وضوء وده شغلته انه يروح الشغل يتوضى بس وبيكلمك دايما وهو بيشمر كمامه ايوه لازم تتغلغل في اللحية او انت بتتوضى ايوه بسم الله ما شاء الله عليك هات القوف ابو حصاني على مكتب المديرة استناني على الباب اول مخرج اتوضى على طول منال كيترنج ودي موهبتها مدفونة في الشغل مكانك مش هنا يا منال اجيب لكو بكرة تشوكلت كيك ولا ابل باي مع المحشي رضوة خدمات مستر ادهم شكلك مز النهاردة انت عارفة ان ايدك دهية هي السبب ساعتي لا انت كنا بتبلغي مستر طيب عزة بيوتي سنتر خلي الفايل معاك لحد ما المانيكير ينشف فاخده منك ودول اشهر انواع الموظفين هتلاقي عندك في الشغل على الاقل 3 ا 4 منهم يجب أن الح 하루를 انقوم بتهم اشهر نهار مهم مهار مهم اطلال